بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في لقاء خاص مع ضيف من نوع خاص في ظرف يوسف أيضا أنه ظرف خاص أسابيع قليلة تفصيلنا عن الانتخابات الرئاسية رجل التزم الصمتة لعشر سنوات بعد خروجه من معركة انتخابية شريسة العام 2004 عندما قرر ذات يوم أن ينافس رئيسه السابق على كرسي الرئاس طبعا من هذه الإشارة القصيرة فهمتم وعرفتم من يكون إنه المترشح للانتخابات الرئاسية 2014 رئيس الحكومة الأسباق السيد علي بن فليس مرحبا سيالي وسهلا أو خلينا نقول لك على سلامتك صارنا سنوات مشفناك كتقال للعائد من سفر طويل ولكن أنت تعيش بيننا لكن المشاهد الكريم صلوا سنوات ربما لم يرى سيالي بن فليس على شاشة التلفزيون في البداية دعني أشكرك على أن أتحت لنا هذا اللقاء في هذا المكان الجميل وأعلم أن ملايين الجزائري يشاهدوننا وفي أذهان كل مواطن جزائري ربما عشرات الأسئلة يريد أن يطرحها على السيدة بن فليس سأحاول جاهدا أن أستوعبها بالقدر الذي يسمح به طبعاً وقتك الكريم أحيلكم مشاهدي الكرام على هذا التقرير ليرصد أهم حطات مسيرة الأستاذ علي بن فليس ثم نعود للنقاش قررت الترشح لانتخابات رئاسية لعام 2014 إعلان علي بن فليس ترشحه لرئاسية عام 2014 شكل مادة دسمة للصحافة الوطنية والدولية لرجل صمت عشر سنوات وعاد للساحة السياسية مجدداً وما ذلك إلا لوزن الرجل الذي شغل منصب رئيس حكومة في العهدة الأولى من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحل ثقته وأقرب مقربه قبل تطور الخلافات بين الرجلين إلى صراع شريس أقيل على إثره الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من منصبه الرسمي ليصبح أقوى منافس لبوتفليقة في ترشحه للعهدة الثانية سنة 2004 وهناك أثير جدل واسع حول حقيقة حصوله على دعم طرف في النظام إلا أنه رفض ذلك بشدة المعركة الشريسة حينها انتهت بصدمة لأنصار المرشح الذي لم تتجاوز نسبة التصويت عليه عتبة الستة بالمئة بعد دراسة الطعون ليتوارى من يومها عن الأضواء قبل أن يبرز اسمه أخيرا كمرشح للرئاسية القادمة ولد علي بن فليس بتاريخ الثامن من سبتمبر لعام 1944 بعاصمة الأوراس باتنا عرف بمشواره المهني الطويل فمنذ تخرجه من كلية الحقوق عام 1968 تقلد العديد من المناصب بدءا بمنصب قاضي في محكمة البوليدا وانتخب مديرا فرعيا بوزارة العدل كما تقلد وظيفة وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنا فنائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينا كما مارس بن فليس المحامات لانتخب لمرتين نقيبا لمنظمة محام منطقة باتنا سنوات الثمانين والثمانية والثمانين وفي نفس الفترة كان عضوا باللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين وكان عضوا مؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ومسؤول الناحية الشرقية فيها لسنة سبع وثمانين سياسيا اختير بن فليس وزينا للعدل سنة الف وتسعمائة وثمانية وثمانين واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات متتالية هي حكومة قصد مرباح وحكومة مولود حمروش وحكومة سيد احمد غزالي ليستقيل سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعين لأسباب يصفها بأنها تتعلق بحقوق الإنسان برز اسمه بعد مجيء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حيث أدار حملته الانتخابية لرئاسيات الف وتسعمائة وتسعين وتسعين سياسيا دائما وفي الإطار الحزبي انتخب في ديسمبر سنتي الف وتسعمائة وتسعين وثمانين و الف وتسعمائة وثمانية وتسعين عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير ليتم انتخابه أمينا عاما للحزب في سبتمبر الفين وواحد كما لم تخل مسيرته من الكتابة والتأليف ومن ذلك مؤلفان خصص الأول لتسعة من شهداء عائلته والثاني لأساتذاته الذين علموه كما يقول عبقرية اللغة العربية وبترشح بن فليس لرئاسية الفين واربعة عشر يتساءل العديد من المتابعين إن كان مرشحا للنظام أم أنه كما رفض ذلك في الفين واربع يرفضه اليوم عودة بكم مشاهدي الكرام إلى النقاش سيعلي بن فليس أول سؤال يطرحه مواطن جزائري عنده عشر سنوات ما شفكش لماذا الغياب عشر سنوات كل هذه السنوات لم نرى علي مفليس ما هو السر؟ شكرا جزيلا للأخ سي محمد تحية للمشاهدين الأفاضل سؤال وجه عشر السنين من الغياب قلتم الإجابة عن السؤال لابد من العودة إلى الفين وربعة وتحديدا للانتخابات الرئاسية إلى الفين وربعة صحيح كنت مترشحا لليس بسر وخذت معركة الانتخابات أنا ذاك وبالعودة إلى ذاك الزمان تلاحظون أو تلاحظون معي أني كنت أنا ذاك متحمل أو حامل لمسؤوليتين اثنتين الأولى الأمين العام للحزب العتيد ثم المسؤولية الثانية المترشح لانتخابات الرئاسية نعم وقعت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 8 أبريل الفين وربعة نعم ووقع فيها مواقع وهذا معروف عند الخاصة والعام ولا داعي للعودة لهذا لأن الذي يهم الجزائرين هو المستقبل هو سيئلي سامحني فقط أنت في بيان الترشح وكنا تبعناه جميع الشعب الجزائري تابعوا يعني قلت أنك ملزم أيضا بقول الحقيقة للشعب الجزائري سواء بخصوص المستقبل أو حتى بعض التساؤلات التي تطرح في الماضي القريب اللي كنت شاهدا أساسيا فيه أنا جاي للحديث يعني ندير اتفاق بيني وبينك باش ما تقطعنيش بركة وكي نخلص للجواب النهاية على السؤال ما عليش كي تسألني نعم انت تقول شرح للشعب الجزائري لا أسباب انت على الغياب انتعك نعم من الساحة السياسية وانا قلت لك نعوده لألفين وربعة اللي كنت حامل الصفتين الصفة الأولى هي الأمين العام للحزب الصفة الثانية هي المترشح للرئاسيات ما يخفاش عليكم ما يخفاش على المشاهد الكريم باللي التحمل تحمل مسؤوليتيني ثلاثنتين عبء ثقيل أنا متشبع بثقافة الدولة وقريت في المدرسة انتع ثقافة الدولة لما تعطت النتائج تعالفين وربعة ولاحظ الشعب الجزائري باللي جيت الحقل السياسي الجزائري المتمثل في التيار الوطني الواسع والتيار الإسلامي الواسع والتيار الديمقراطي كذلك الواسع أنا كانت لمسلدات من هذا الأطياف كلها فجاءت النتائج على غير ما تتوقعنا جاءت النتائج لي معك ستش حقيقة الانتخابات فاجتمعت بعد الإعلان على النتائج بالعاملين معي في الحقل السياسي ما الموقف وما القرار والجزائر لم تخرج بعده من أزمة خطيرة كادت أن تهز بكيان الدولة وبكيان الشعب مسؤولية كمين عامل الحزب أنا عارف اللي جاي الشي اللي جاي ايش ندير أن اللي طرعرعت في جبهات تحرير وكبرت في جبهات تحرير وتعبت في جبهات تحرير وحبيت جبهات تحرير وما زلت مناظر في جبهات تحرير وطني ندفع بها الانقساب بالبقائع على رأس الحزب لا ثقافة الدولة أملت عليها بعد النتائج أن أطلب اجتماع للجنة المركزية انتخابات في 8 أفريل 19 أفريل اجتمعت اللجنة المركزية بمقر الحزب بأغلبية ساحقة بأغلبية ساحقة منها لأنه عمل ولا عملت كل الأشياء حتى لا يكتمل النصاب فمن أراها على هذا فشل واشتبع النصاب أكثر من الثلاثين اللي لحضروا الاجتماع وتكلمت مع إخواني وأخواتي في الجنة المركزية وقد لهم أنا آمين عامة جبهات تحرير وطني وأنا آمين جبهات تحرير وطني من ادهاش الانقسام من استقلش من جبهات تحرير وطني أنا مناظر فيها وسلم العهد أن تعجبها تحرير وطني لللجنة المركزية حتى يتبين لها الطريق لتمشي فيها حتى لا ينقسم الحزب هذه أول مسؤولية تحملتها باش من قسم الحزب المسؤولية الثانية مسؤولية المطار الشيح ملايين ناس صوتوا عليهم إذن هؤلاء جميعا وش نتفاهم نتفاهم باش يقلبوا الجزائر باش يفسدوا للبلاد باش كذا ما لا قلت باللي العمل السياسي كما رأوا جاري أنا ذاك في الوقت ذاك باش نواصلوا نتصور معها باللي من قداش نعيط الأنصاري ونقول لهم روحوا كريو قاعة في مدينة واهران باش نجي نشرح الأسباب ولا باش نجينا نشت سياسيين ماذا قررت حماية لأنصاري وهم كثرهم في كل بلدية وفي كل مداشرها حماية لهم وحفاظا على البرنامج التاعي اللي ما زالت ممن به للمستقبل أن نشتغلها سياسيا بطريقة أخرى وهي الإبقاء على الاتصال وعدم الظهور الإعلامي لكن كما يقولون فرنسويا مواجنة أنا جبت وجلت وضبط كل الجزائر وجل ولاية الجزائر في هذه العشرية كنت هنا وأبقيت متواصل بقيت متواصل مع كل أنصاري إذن حافظت على الجزائر وحافظت على استقرارها وساعدت باش ما تكونش فيها وحافظت على استقرار جبهات تحيي الوطني وما تنساش نزيد أن أذكرك بحاجة هذه من تصرفاتي ليس جديدة في 2004 أن كنت متصدى القائمة جبهات تحيي الوطني في 97 اتخابات شريعية جوان 97 وأنا متصدى القائمة لما خرجت النتائج وقع ما وقع بعاصمة الأوراس آلاف المتظاهرين أما محافظة تحيي الوطني غير وراضينة بالنتائج يدافعون عن حقهم يدافعون عن حقهم ولكن في نفس الوقت المتصدر وقائد المعركة الانتخابية عنده المسؤولية على الدفاع عن حقه وعنده في تصوري ثقافة الدولة التملعيه دائما الحفاظ على الجزائر أنا حرق المدينة أو حرق السيارات أو حرق الجزائر هذه ليست داخلها في برنامج أمني فاضحا حفاظا على الجزائر وحفاظا العجبات الحيوطنية خلتها الموقف ما غضبت الجزائر تمح لي ما غضبت الجزائر وما غبتش على الساحة إن شئتم أنا غبت إعلاميا في تقييمكم كإعلام أنا مدرت الصريحات صحيح لكن ما غبتش عن ولاية الجزائر والله على أنصاري بل حافظت عليهم ومشيت لهم ومشيت معاهم ومشاوا معايا والدليل واشن هو الدليل بالشي هذا حقيقي كيفاش أنا عاشتنا سنين وأنا ما صرحت بشي شي ولكن في عاشتنا سنين وأنا نشتغل بالمواصلة مع الأنصار نتعي كله الحصار اللي حصل طول يوم نصبت كل مدنيات الحبل الانتخاب ينتعي قبل الإعلام 19 جنوغي لإعلام الترشح ونصبته وكذلك اسمح لي أن يتفسر لك باللي ما كانش غياب كي نشتغال في عمل سياسي بطرائق وبطريقة أخرى نعم سعني يعني البعض يقول أنها ربما سيمت أبناء النظام أنه عندما يخرجون من من السلطة يلتزمون الصمت سواء خارجوا من الباب الكبير أو باب صغير هذا ليهم المهم يلتزمون الصمت لأنهم تركيبتهم كما قلت أنت رجل دولة تركيبتهم تقول لهم أنهم ربما يأتي يوم يعودون إلى مناصبهم من نفس الباب الذي خرجوا منه أنا حامل مشروع مشروع هذا يسميه التجديد الوطني مشروع هذا يعني بناء مجتمع الحريات المشروع هذا معناه بناء ديمقراطية بناء عدلة مستقلة نعم بناء دولة تتمتع بفصل السلطات دولة يكون فيها برامان حقيقي يستجوب الحكومة وبإمكانه إسقاط الحكومة وبإمكانه استداء الحكومة في كل أسبوع عدلة لا تخضع للسلطة التنفيذية على الإطلاق غير مقيدة بل محررة على الإطلاق وسائل إعلام أنت ترك من الناجحين في هذا وسائل الإعلام وسائل إعلام تتمتع بسلطان بسلطان الحرية الكامل هذه إذا كانت وسائل إعلام حرة ومستقلة ووسائل إعلام عمومية يقول فيها الحاكم ما يريد أن يقول وتقول فيها المعارضة بل المعارضات المختلفة في الوقت اللازم يتخصص لها ومن حقها تقول ما تشاء سمح لي هذه كلها هذا هو المجتمع اللي نحلم به أنت ذوك متوجه ببرنامج للشعب الجزائري أنا أختار الوقت لمخاطبة الشعب الجزائري وأختار المكان اللي دين تكلم فيه سأتي على المهمة هذا اللي حاب المشروع سامح لي هذا اللي حاب المشروع ما ننتظر ما زلنا نحلم ولا نمنو بأحاديث التصور بل لي واحد يصنع يصنع رئيس إلى آخره أنا مشيت في أصعب الظروف وهو 2004 وكسرت كل القيود المتعرفة عليها بش نعرف بالبرنامج انتاحي هذو كذا كان كان في ما تسميه انتاب اللي ينتظروا هذا ومن يشعر شكون هذو كان عجبهم برنامجي أنا ويحبوا يلتحقوا برنامجي وأنا نجمع الشعب الجزائري كل فمرحبا بكل من يوند أن يلتحقا بالركب اللي يراني فيه سعلي في الدول المتقدمة يعني مرشح بحجم علي بن فليس عندما يخسر الانتخابات أو يخرج من الانتخابات ويكتشف أن لديه قاعدة شعبية كبيرة أو صغيرة نختلف في تقييمها ولكن يكتشف أن لديه قاعدة شعبية يشكل بهم حزب للنشاط في الساحة السياسية وملء الفراغ ولا يعود إلى بيته سعلي شكرا لطرح السؤال أنت تعرف أنا البيئة أنتعي اللي خارج منها تعرف المسار السياسي أنتعي أنا انخارطت في جبهة تحلي الوطني في سنة 71 كمناظر نعم وقبلها كنت في اتحاط الطلبة وكنت في بعدها في 72 كنت في اتحاط الحقوقيين وكنت في القاعدة على جبهة تحلي الوطني أنا لم أصل قيادة جبهة تحلي الوطني إلا بعد حوال اكتوبر 88 وثمانيين دخلت القيادة لجنة مركزية نعم نعم لما دخلت إلى لجنة مركزية كانت الناس أنا ذاك تفروا وتهربوا من الحزب بعدها تعددية نفتاح السياسي كانت التعددية والأجواء أنت عجبتها الوطني هذه الساعة كانت ميش مواتي عجبتها الوطني إما لا إصبح القوم يفرون ويهربون أنا لتم لأحلالي العمل السياسي والنظار ملكي عاد عندي هذا الزخم الكبير من المواطنات والمواطنين المؤيدين لي فيها أولا ما قبل شيء أكثر من 70% من قواعد باتحي الوطني بقيت وفية لي إلى هذا اليوم وما نقول لكش العدد اللي في اللجنة المركزية معايا إلى يومنا هذا وإنت تفهم علش ما نعطيش للنسبة أو للإسمان تحم اللجنة المركزية الحالية نعم في عدد معتبر مساند سعلي فلنستغل الجناح المناوئ للأمير العام نقول أعضاف اللجنة المركزية في جميع الفئات وفي جميع الأطياف عندي أنصار منهم فالقيادة الموجودين وعدد كبير هائل من المناظرين في كل في كل المحافظات وفي كل المقاسة وفي كل القسمات نعم أنا أقصد الجناح المنصاري سعلي كيفاش نروح ندير حزب سامحلي نروح ندير حزب بهذه ونخلي الحزب اللي أنا لعبت فيه دور وتربيت يعني العاطفة قومة تجاه جبه التحليل ليس العاطفة الوفاء الوفاء نعم شي العاطفة منيش تخل الحزب بالعاطفة قيل ولا 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 عجبني شي اللي عجبني هو الوفاء أنا ابن الشهداء أنا ابن الثورة الزيزائرية نعم أنا قريت حتى فالمدرسة نتع النظام نتع الوطنية عجبات التعين وطنية نعم أنا بقيت وفي ما دخلت شروعي في الصراعات بحكم ثقافة الدولة سمح لي بحكم ثقافة الدولة ما دخلت شروعي في الصراعات بصح بقيت وفي الجبهة التحليل الوطنية وعندي أنصار في كل في كل التجاهات والتوجهات لموجودة حلهم في جبهة التحليل الوطني الحزب وسيلة سعلي يعني أصبحت ربما تشكيلة جديدة لجبهة التحليل الوطني أصبحت غير مرغوب فيك في تشكيلة الجديدة هذا اللي يقودها سعيداني أو من قبله فالحزب وسيلة يعني المهم القاعدة الشعبية متوفرة لماذا لا ينشط سعلي بعيدا عن جبهة التحليل لماذا لازم جبهة التحليل وش راني ندير أنا راني ننشط سياسيا نعم بدون استعمال لا يمكن تعجبات التحليل الوطني مقتنعا ومرتاحا أن داخل هذا الحزب فئة كبيرة قاعديا ووطني ومركزيا مسجدة لي أنا حامل مشروع جامع يجمع الشعب الجزائري إيمانا واختناعا مني باللي جبهة التحليل وحدها أو أي حزب وحده لا يمكنه أن يجد الحلول لأزمة متعددة الجوانب فهي أزمة دستورية فهي أزمة مؤسستية فهي أزمة اقتصادية فهي أزمة سياسية فهي أزمة اجتماعية فهي أزمة أمنية اهتديت واختناعت باللي لازم جبهة التحليل الوطني ولازم أحزاب أخرى ولازم التيارات في القطب الديموقراطي وفي القطب الإسلامي لما يتم تجميع كل هذا نمشي بمشروع باش نحل أزمة سياسية للجزائر لا تزال وتعيش أزمة سياسية ما وجدتش الحل التحليل نغادر هذه النقطة إلى نقطة أخرى سعلي ربما كانت لديك إمكانيات كبيرة في 2004 لتتوقعوا أو ترصدوا النتائج الحقيقية لانتخابات هل ربما نأخذ منك الجواب اليقين لماذا ترجع على الماضي تروا يتفرجوا فينا شباب ويتفرجوا فينا ناس من كل الأعمار ويش ينتظروا كيفش تكون العدالة نتعقدوا في الجزائر كيفش تكون الدولة غدوة في الجزائر كيفش يكون الاقتصاد في الجزائر كيفش تكون الرئاسة في الجزائر كيفش تلقى الأحزاب السياسية حريتها ولا تخترق ولا تكسر ولا تهان انت ميوجعكش قلبك لما تشوف الإعلام العمومي اللي فيه من القدرات العلمية والفكرية والمهنية من أني فتعت عن نساء ورجالهم في الإعلام العمومي في التليزيزيون في الإذاعة وفي الجرائد لهم قدرات عالية مكبلي الأفواه موجهين حتماً لتوجه أحادي نتعنظر أحادي أنا أشوف نقول الكلاب أنا جاي بمشروع للجزائر باش نلقالها مخرج والمخرج ما نلقاش وحدي جمعت حولي هذو كلهم باش نحرر إعلام العمومي ويصبح في المستوان تعلق النوات الدولية إعلام عمومي مثلاً يستقبل الحكم ويستقبل المعارضة أعلنت ترشوحك قبل أيام تكلمت عن الكثير من جوانب الحياة لكن الشيء المهم في الموضوع هو أنه فيه شبه إجماع فيه شبه إجماع على أنه انتخابات رئاسية القادمة مغلقة على مرشح السلطة حتى أنه أغلب أو كل القوى المعارضة ستقاطع الانتخابات يعني أنت رايح الانتخابات مغلقة أسياري انتخابات مغلقة هذا قرار نهائي أنا مناظر أنا مناظر من أجل الديمقراطية أنا مناظر من أجل الدفاع عن توسيع رقعة الحريات أنا مناظر من أجل بناء مجتمع الحريات مترشح بقاعدة عارضة وراهية من أحزاب ومن جمعيات ومن مجتمع مدني ومن شخصيات قبل الانتخابات التاريخ كذا نغلق الباب على روحين مقافة دار شو دور الرجل السياسي تغيير اللي قرروا بشي قاطعوا أنا ديمقراطي في بناء الديمقراطية أنا ديمة ندفع باش نكون في المقام الأول وفي المقعد الأول مغلقة قلت نعم وشكل اللي يفتحها يفتحوها الناس اللي يجيوا يدخلوا المعترك وما يقبلوش بالظلم وما يقبلوش بالظيم وما يقبلوش بساريخة الأصوات وما يقبلوش التعدي على حرمة الشعب والسيادة نتعو نخوض المعركة ونمشي المعركة باش هاذ التصور نتعى الأبواب مغلقة ولا أغلقت نكسروا هذا الباب هذا ليغلق ليغلق اللعبة الديمقراطية بالمشاركة وبحث الشعب للمشاركة القوية في الانتخابات ونزيد ملاحظة بسيغة أخرى السؤال سمح لي سمح لي سمح لي شي مهم نعم قرر حزب ولا زوج حزاب ولا ثلاثة ولا أربعة مقاطعة الانتخابات واش تحب يكون موقفي من هذه موقفي من هذه هذا حق من حق من حقوق الأفراد وحق من حقوق الأحزاب نعم اللي يحب يشارك يختار الصغال يحبها طبعا وليحب يقاطع يقاطع صغالها هذه المقاطعة نعم ألا تتعجب أنت من أرض الفعل الرسمي حول المقاطعين قال المقاطعين ما عندهمش الحق في الكلام وما عندهمش الحق في التجمعات والقاعات وما يتعطى لهم مشتري وخص وما تتعطى لهمش القاعات نعم هذه هذه دولة تحب تبني ديمقراطية هنا بقيت نقاطع ما تسليش وبقيت نعبر على المقاطعين تاعم ما تسليش وبقيت نجمع المناظرين والمحبي ينتعي باش نشرع لهم أسباب المقاطعة ما تسليش هذا تجاوز السلطة لحدود المسئولية لمعطاة للسلطة ومساس بالدستور أنا راجل متفائل دائما مقاوم من أجل الحريات هل أنت مقتنع أنها مغلقة وحبيت تساهم في أنها تفتح المسار الديمقراطي أم أنك لا تعترف أنها مغلقة يعني هناك مجال للمنافسة والفوز على مرشح السلطة أنا ما جيتش هنا باش ندير فتوى على المغلق وعلى المفتوح أنا جيت نقول لك أنا ماشي للانتخابات وماشي للمداشر والقرآن تاعم الشعب اللي زائري باش نقولهم راحنا عايشين في القرر 21 لمازال يحلم بل لمازالنا في العصور الغابرة والعصور وين الشعوب كانت مغلوبة على أمرها هذا انتهى يا أخي العزيز ويا أخي الكريم وأنا نحتلم كثير رأنا في عصر الانترنت رأنا في عصر تويتر وفيسبوك رأنا في عصر اللي رأوا ساكن في واد ميزاب يعلم نشره واقع في ريو جانيرو دقيقة بعد وقوع الواقع في ريو جانيرو والعكس صحيح بل أنا فهمت هذا وأعددت كذلك حول هذا الموضوع أنت على اتصال بالمسادي تنتعي جيشون عارمرا من الفيسبوكين والفيسبوكيات حتى يحملوا هذا المشروع وحتى ننتصر بهذا المشروع وحتى نقدم هذا المشروع سلميا سنأتي على هذا سيئ بالطريق نعم طيب كيف تعلق على من يقول أنه ربما أو حماست السيد علي بن فليس لدخول المعترك الرئاسي في وسط هناك إجماع لأنها مغلقة على مرشح السلطة هناك من يقول أنه علي بن فليس هو مرشح لجناح ما داخل هذا السلطة عندهم الحق يقول واشي يحبو من منطلق ايش منطلق ان يحطر اراء الاخرين سواء كانت مؤسسة وغير مؤسسة أنا مرشح جانح من السلطة هي والإجنيحة الأخرى شكون مانيش عارف أنا كيف شرك مقسم السلطة وإن الإجنيحة نفهمك لي حاجة نفهم نعم نفضل أنا عندي برنامج إن شاء الله تقرأه بالتفصيل ملخص في البيان وتصريح نتعي نتعطر شو هذا البرنامج واش فيه تحسب أننا رح نجي مع المعارضة نقول المعارضة كل روح ينتيها جزائر والله قال السلطة وحدها عندها أجنيحة والله ما عندهش ما نعرفش أنا هذي أعراني ماش فيها في حياتي اسمح لي اسمح لي هاسي دي فيها أجنيحة والله فيها جناح ما نيش عارف وحدها تبني الجزائر متقدرش علش أنا خرجت من هذا المنطق اللي راك فيه والله اللي راك سامع به والله تسألني حوله نعم كان المنطق اللي خرج من الأزمة وكي للمنطق المبقي على الأوضاع البالية القديمة التي لا تخرجهم الأزمة أنا مثلا المترشح وحق في برنامجي يكون دستور دستور جديد الجزائر علش فكرت عشر سنين وفكرت أكثر الجزائر بإيجاز عرفت ربعة دستين 63 76 89 96 من ننتقد ولو اجتهد هذا الناس اللي دروا هذه الدستير كل اجتهدوا اجتهدوا وأصابوا واجتهدوا وأخطأوا وانت تعرف القاعدة من اجتهد وأصاب فلاه أجراني ومن اجتهد وأخطأ فالشيء المهم وصلنا للمرحلة اللي نقدر نقيم فيها ونقول باللي لماذا لم تكتب ديموما كبرى للدستير الأربعة ديموما في الحياة لسبب واحد أنها لم تكن دستير أعدت بأسلوب وبإجراء توافقي ما للمنطق اللي نقول لك فيها نا اللي نراني فيه لا بد من إعداد مشروع مشروع دستور توافقي تجتمع فيه السلطة وتجتمع المعارضة والمعارضات وكل الفاعلين السياسيين والممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني ويجتمعوا ستة شهر والعام ونخرج بدستور توافقي لأول مرة في تاريخ الجزائر وهذا الدستور التوافقي وش يصير يخرج الجمع من قاعة الاجتماع هذا الجمع السلطة ومعارضات ومجتمع مدني يخرجوا كلهم ويمشيوا للشعب بش يجروا حملة تخبية لهذا الدستور التوافقي هذا هو الدستور اللي يقدر يكتب له النجاح وتكتب له الديمومة الكبرى هاو الشي اللي ينتظر الشعب الجزائري هم تقول لي انت مانيش عارف واحد مدرق في قاعة ودزنيق اللي يروح ترشح هذي خرافات هذي حكايات ما انزل الله بيا من سلطان هذي شي مش تروح للجزائر مش تروح للشعب الجزائري هذي ما جيتش مترشح كمناور باش نستعمل الانتخابات هذي 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 خلق وماشي وماشي بثقافة الدولة هذي مانيش جاي اوم دي بووار ولا اسمح لي يخي يخي تعرف مليح باللي يقسموا الناس الحكام لزوم دي بووار لزوم دي جوورنانس يعني كنت وزير عدل وكنت بيبعام وكنت قاضي وكنت رئيس حكومة وكنت امين عمتا حزب وكنت نقيب محامين عمري ما كنت متسلط والله بووار والله بغيت وين كركت بغيت بغيت بقاني قعد الفم لا جو سوي جوورنانس انا بغيت نقول للشعب الجزائري وقلتها في البرنامج نتاعي يا شعب يا ناس يا اخواني يا اخواتي في الجزائر العميقة والعريضة تعالى المدن تعالى الرياف وفي الجالية الجزائرية لنتثق على ان نجعل من الحكم في الجزائر حكم حوكمة ولا حكامة ولا رشاد حكم ونخرج من الحكم التسلطي الجباروتي الفرعوني اللي ما عندوس الرقيب والحسين يعني نتكلم عن واقع اذا كان ما فيش سراع اجنح ربما مثل ما فهمت منك على الاقل كيف تعلق على تصريحات مثلا الامين العام الافلان عمار سيداني يهاجم فيها جهاز الاستخبارات يتهمه بالتقصير وطبعا تقرأ كل يوم في الجرائد ماذا يحدث من ردود فعل مؤيدة او معارضة لهذا السلوك دليل قاطع ان هناك سراع قوي واستفاف قوي في اجنحة النظام لذلك سألتك هذا السؤال كيف تعلق على تصريحات الامين العام الافلان تعطيني بالك شوية ما تقاطعنيش نعم اسمعلي مليح في هذه النقطة أنا تعرف باللي كنت امين عام تعال حزب طبعا من 20 سبتمبر 2001 انتخبتني لجنة مركزية ثم اعيد انتخابي في اطار المؤتمر الثامن في 2003 وسلمت العهد انتعي في 19 افريل 2004 للأسباب لوضحتها لك سابقا نعم شوف صدقني كنت تفكر المسئولية انت عجبها التحري الوطني نعطيك المراحل واسمعلي برك اتقلت مسئولية القاضاء كقاضي وكوكل جمهورية وانا عملي 24 سنة بعد سلس سنين من تقلد هذه المسئولية الراحل العظيم هوري بمدين رحمة الله عليه عيني كنائب عام وانا في عمري اقل من 27 سنة على رأس اكبر مجلس قضائي وهو مجلس قضاء قاسمتينة نعم بعد هذه انتخبت مرتين ناقب المحامين ثم كنت عضو في مؤسس لرابط حق الإنسان ثم كنت وزير عدل في ثلاث حكومات ورد هذا في كيف تقرير نعم ثم كنت رئيس حكومة على مرتين هذه المسئولية كل على شراني نجرد فيها نجرد فيها الآن وحدة منهم ما طيرت علي النوم تقلتها كلها لما وليت آمين عام تحيب بيتها الوطني لعبة أثقل أحيانا يطر علي النوم علاج مش منيش قدرت مسئولية ولا خايف منها ولا حاجة جيتني ثقيلة يطر علي النوم ونتفكر الآية الكريمة انت حمل المسئولية وثيق المسئولية الجبال في الآية الكريمة أبينا أن يحملناها واشفقنا منها وحملها من وحملها الإنسان إنه كان ظلوا من جهولة تفكرت هذه مش غير هذه تفكرت كتاب الله أين تريد زد تفكرت زد تفكرت حاجة أخرى حسيت يا أخي الكريم باللي بن بلعيدي عسفية وبن مهيدي الشهيد رحمة الله عليهم وكل عسفية وكريم بالقسم يقول يرد بالك هذا حيث بالشهاداء وبن مهيدي وأبطال الثورة الجزائرية ما لا قلت في نفسي ما قال المعري سير سترة أنت عجب التحدي الوطني خف في الوطأ ما أظن أدي من الأرض إلا من هذه الأسادي متع فش على الشهداء والأبطال قدرهم يدرك دولي أنت تصريحات الأخيرة من يتكلم باسم الأفلان أوفيسيال هذي تقصد بهذه سعلي هو الأمير العام للأفلان المهم نعم أنا أعطيتك تعبير نعم ثقافة الدولة وما هي المنطلق أنت عيو تسير أنت عجب التحدي الوطني من بثق من ثقافة الدولة الدور الأساسي تعجب التحدي الوطني الحفاظ على استقرار البلد اتخاذ القرارات التي تكون كل فيها الوساطية وساطية والنوفمبر ما هي عبقرية النوفمبريين يتمكنوا لكي كل الأحزاب التي كانت قائمة ذابت ومشات في تجمع أنت عناس دلو ثورة داخل في الرسالة النوفمبرية وفي العامل لتعلمسؤولين تعجب التحدي الوطني أنهم يحفظوا لاستقرار البلد وهل يستقرار البلدي والله المطلب هذا يقبل باش حزب من هذا الوزن ومن هذا القيمة ومن هذا المناظرين ومن هذا الرجال ومن هذا النساء يقول لي نصي بروح وآدت تكسير المؤسسات وأذاء المؤسسات علش نقول لك تفكر مليح الجبال بين أن يحملنا المسؤولية وحملها الإنسان وعلش نقول لك تذكر كذلك باللي الشهداء يشوفوا والجزائي تنتظر في جباتها وطني تكون شامخة تكون قوية تكون جامعة تكون بانية بنيا للديمقراطية والتعددية محافظة على التعددية مساعدة على بناء المجتمع الحريات هذه هي ما عنديش تعليق أخرى سعلي لماذا لا ننصف الرجل وننظر للمضمون بعيدا عن الشخص يعني الرجل يقول أنه يحارب من أجل تمدين النظام وأنه في كل الدول المتقدمة كل ما تدخلت مخابرات في الحياة العامة وفي السياسة وفي غيرها من مجالة الحياة أفسدتها يعني الرجل من حيث المبدأ طرحة أمور جوهرية أن الجيش والمؤسسة الأسكرية والمؤسسة الأمنية لا تتدخل في العدالة في الإعلام في غيرها من المجالات وهذا يطلبه كل من يسعي للديمقراطية أنت تقول لابد أن ننصف الرجل ننصف التصريح أنا 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 هذا الحكاية أنت ننصف الرجل محسوبا أنا ظالم للرجل لا 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 إسمع أن أقول لك أنا أنا قاري الحديث القدوسي اللي يقول الرب الكريم عن طريق الرسول الكريم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما عليكم فلا تظلم أنا قلت لي وش تصورك أنا أعطي لك تصور نتعي كذا نشوف المسؤولية تصرف أنت على أشخاص الشعب قيم المؤسسة قيم لكن أنا بالنسبة لي لابد من احترام المؤسسات حتى الذين سعلي حتى نربط الموضوع حتى الذين هجموا المؤسسة الأسكرية يعني هجموا سعيداني وهجموا أيضا المؤسسة الأسكرية قرأنا أيضا تصريحات لجنرال اللي أريد أن نسميه يهاجم وزار الدفاع أيضا ويتهم حتى قائد الأركان باتهامات ربما تزلزل أو تربك المؤسسة الأسكرية والجنود في الثكانات وغيرها ولا أحد تكلم عنه والجميع يهاجم الأمين العمل أنا منيش في هذا الموقع أنا في موقع إنسان متشبع بثلقفة الدولة يقول باللي كيفاش يراء تسير الدولة وتسير الأحزاب الجعوب تكعل الموضوع لابد من احترام مؤسسات هذه ما فيهاش نقاش ولا جدال طيب الرئيس بتفليقة أو محيط الرئيس بتفليقة يدفعون نحو العهد الرابعة هناك حديث وشبه إجماع على العهد الرابعة إذ لم يطرق طارئ في الأيام القادمة أنت كيف ترى العهد الرابعة من ناحية أولا سعلي صحة الرجل ومن ناحية أيضا الإنجازات هل تؤهله هل ما أنجزه خلال العهد الثلاثة وأنت كنت شريكا في جزء من العهد الأولى يؤهله إلى أن يستمر في الحكم أكثر من 15 سنة بالنسبة لي الرئيس بتفليقة شفه الله وشفه كل المرضى لم يفسح عنية الترشح صحيح ما نشفي هالمرحلة باش ندير تعليق وبالتالي اللي حاطه في حكم المترشح ما نقلتش نجاوبا على السؤال هذا لأنه بالنسبة لي ما أعلنش عن نية الترشح باش نسمح لنفسي ندير تعليق ولكن أهلة كبيرة لكل عادة هذه هذه اللي حاب يقول يتكلم أنا منيشة ضحورية التعبير ولا كبت ولا التلجيم الأفوات عن الناس كل واحدة اللي حاب لكن سألتني على الترشح والعودة الرابعة العهدة الرابعة تكون بإعلان عني الترشح وبالترشح إذن لكل مقامي المقال في الوقت المناسبة نتاحها نقطع نتكلم ننتظر ما زال نقطبان الأمور سعلي أنت كنت تحارب بالعهدة الثانية يعني عندما نتكلم عن العهدة الرابعة أكيد أنك من أكثر الناس اللي معارضين لها لكل حدثين حديث طيب من ناحية الحصيلة كيف تقيم الحصائل حصيلة ثلاث عهد خمسة عشر سنة من حكم تقصد هذه نعم فالخمسة عشر سنة هذه الثلاثة الأولى أنا تقلت فيها مسؤولية أمين عام نتعى الرئاسة ومسؤولية مدير الدوان في الرئاسة ومسؤولية رئيس حكم صح نتقاسم في هذا المرحلة هذه مسؤولية مسؤولية في الجزء في اللي وقع في ثلث سنوات بطبيعة الحال نعم في الثلاثة أنا مانيش عارف وشو اللي ملحوظ من أشياء سيئة ما شفتش نعم بذلت بذلت المجهود اللي ممكن نبذلوه في المسؤوليات اللي تقلتها نعم لكن طول العهدة طول المدة بنت أشياء ضكريجي قال لناك يروي الجاحت كيفها 15 سنوات تقولون موقع ويلو نعم هنا الموضوعية تقتضي الموضوعية تقتضي باش نقول وقعت إنجازات مثلا قال قائلون مشروع القرن واشنوا مشروع القرن قال طريق سيئة يجب نتكلم بموضوعية باش ما نجحفش وما نظلم الأرقام الرسمية الأرقام الرسمية انت على القيمة الحقيقية انت على الطريق سيئة ما نعرفوهش لكن يوقعنا سبع ملاير سبع ملاير كتقييم أولي ثم بعد الضعف إضافات لكن ما عنديش الأرقام الرسمية لو تلاحظ باللي احنا ما دينا وتروت كما رهي في الألمان ولا في اليابان ولا في فرنسا والقيمة انت على الكيلومتر مضاعفة بشي بشي كبير بالنسبة للقيمة انت على الشي ليجرا في العالم وفي الخارج واللي ده هو الأمر حتى الاستفادة من الخبرة باش الشركات انتعنا الخاصة والوطنية يكون لها يعني باع ويكون لها تكوين ومساهمة باش تكوين روحها حتى هذه ما استفاجت منها إلى القليل إلى القل هذه من جهة بالنسبة للموضوع الاقتصادي واحد موش يسم ثاني المناخ على الاستثمار في الجزائر في كل الولايات يجي المستثمر الجزائري يعاني الأمرين باش يقدر يحصل علاقة عن تأرض باش يدي المؤسسة انتعوه إلى القرية على الأجنبي حدث ولا حرج لانه ما يقدرش يوصل للمركز طاعة القرية طاعة القرية يبقوا بالتالي لكليما دي زافير هذه الجو العام غير مساعد غير مساعد غير مناسب ثم زيد دروكال هذه القضايا تعلق الفساد اللي وقع عليها الكثير من الكلام أنا حقوقي وقانوني يجبني نوزن لكلام نتحدث نتكلمش هكذا بكوة بالتالي لازمني نمشي بالشيء المعلن رسميا العدالة الإيطالية اتحركت وهي في وسائل الإعلام في قضايا تهم الجزائر والفساد في الجزائر العدالة الجزائرية كذلك اتحركت متأخرة اتحركت نعم والنيب العام من تاع العاصمة جاء في ندوة صحفية حضرها على كبير من الصحفيين يتكلم ويقول باللي كي هنا ملاحقات قضائية ضد فلان وفلان 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 نعم بعنوان التهمة الفلانية الأولى والثانية والثالثة والعاشرة إلى خريه وفيه مذكرات متع التوقيف أوصدرت من طرف العدلة الجزائرية هذه مسائل خطيرة إذن هذه كنجيف الحاصيلة نتكلم على الطريق السيار نتكلم على الفساد نتكلم على مجال الحريات وتوسيع الديموقراطية نعم نفتح قوس تذكروا اللجنة سيبن صالح الخاصة بالحوار اللي جراه من أجل تجسيد إصلاحات سياسية في الجزائر جمع الاقتراحات نعم عمري ما قلتها نقول هلك اليوم بش يسمحها المشاهد الكريم أنا جزاء الله خير بعث لي دعوة سيبن صالح نعم بعث لي دعوة كشخصية وطنية وبعث لشخصية ياسر دعاني لطاولة الحوار باش نشوفوا الحلول للأزمة الجزائرية تحت وقع الربيع العرم لتك الأيام هذا تعليق المهم دعاني للحوار في الحوار كي جتني الدعوة ها وجدوا الأعمال كي شفدوا وجدوا الأعمال لقيتوا باللي يشمل قضايا التقنية قانونية قانون الإعلام قانون كذا قانون كذا نتكلموا فيها المسائل هذية ونتصور نتاعي هو اللي يراني ديره في البرنامج هذا اللي عرضوا على الشعب الجزائري نعم إزمة متعددة الجوانب فيها الدستوري وفيها السياسي وفيها المؤسساتي وفيها الاقتصادي وفيها الاجتماعي وفيها الأمني وكذا تعتقد ما كانوش هذه كل ما كانتش ما كانتش في جدول الأعمال نعم وش ندير نروح ومش نقول لهم المادة كذا فيها ثلاث ستوري وفيها أربعة ستور المادة كذا ما يشهر كذا نصبح تقنية التقنية عنده قيمته رفضت البيت داع رفضت الرفض انتاع المؤدب قتلوا بارك الله وفيك على العرضة بصح ما نقدرش نفيد لأنكم حصلتوا النقاش في مسائل تقنية ما من شأنها أن تحول الأزمة الجزائرية وبالتالي أعذروني أعذروا غيابي زد حاجة أكثر مبنية على ثقافة الدولة نعم هذه الرسالة هذه عليك ما نشرتها في ذلك الوقت ما بغيتش نفسد المسعى اللي قيم به سيبن صالح بأمر من رئيس الجمهورية قلت لها لا راني مخطئ أنا كينا نشر ما نروحش كما ذاك لي قالوا ما نفسد اللعب قلت لها لما لا حفاظنا على الدولة الجزائرية ما نقدرش نجيلي إني منفيدش بصح في نفس الوقت أعذروا أعذروا الحضور نتاعي وما ننشرش الرسالة باش من أفثرش على الناس ربما أحبوا يروحوا باش منفسدش العمل نتعلجنا نعم يذن هوا وقع الحوار ووقع النقاش ووقعت التوصيات ودرت هذه الإصلاحات بين قوسين وين هي الديمقراطية وين حرية الإعلام وين استقلالية القضاء وين مجتمع الحريات وين الاقتصاد الحقيقي وين الحوار اللي لجب تنظم الدولة في كل وقت وفي كل حين وفي كل الولايات مثل مرض لما تشوف المدرسة الجزائرية معطلة مجمدة منذ الآن شهر ورنا في الأسبوع الرابع شهر نعم لما نتحمل المسئولية المسئولية بالدرجة والدرجة تقعها للدولة حتى كنت تجوزت في أشياء تقعها للألاج الدولة واجب عليها باش تنظم الحوار نعم الدولة واجب عليها باش تحور مع ناس كل الدولة واجب عليها باش تحتارم الأساتذة والمعلمين نعم سعلي سمح لي سمح لي هم يسمعوا فيها لازم يفهموا واش رأي في الموضوع هذا هذه الدولة اللي تجي هي تتسبب في زرع البلبلة بين النقابات وخلق المشاكل بين النقابات والمساس بالأسرات طربوية اللي لازم احترامها وتقديسها واعتبارها يعني يتكلم الوزير ويجي هدر مع النقابات نقول لهم يا ناس هاو اللي ممكن وهو اللي موش ممكن وهو اللي يدار غدوة وهو اللي يدار بعد غدوة وما يسمعوه لوش يسمعوه لو ثم الدولة اللي ما يتقدرش تنظم منظمة طربوية في تفسير متاعها وفي تفسير متاعها نقول بلي كاين خلل كاين خلل في التسيير وكاين عدم قدرة على التسيير وبالتالي يتمنى نعم بلي هذه لغة الحوار والتفاوض والتشاوض والتقارب والتحاب هذه تتزرع تتزرع في المجتمع الجزائري وفي دوالب الدولة من طرف رجال الدولة لعندهم المفهومة تاعد دولة نعم سعلي تكلمت على طبعا في تقييمك عن لحصيلة بوتفليقة 15 سنة من الحكم تكلمت على ملفات فساد مهمة جدا يعني يناقشها تناقشها الصحافة يومية بشكل يومي وقد تم بالمناسبة قبل أسابيع تسليم الخليفة مشكلة الخليفة بدأت وأنت رئيس للحكومة ربما التراخص أخذها قبل حكومتك ولكن خلال حكومتك البعض البعض يلوم ربما سيد علي بن فليس أنه ربما لم تتفطن الدولة الجزائرية لأساليب الاحتيال اللي نهب أو نهب بها هذا المحتال أموال الجزائرية وكان في مقدور ربما حكومة سيد علي بن فليس أنها تنبه أو تبلغ أو تضحد لهذا الاختباط اللي الآن أصبحت تسمى فضيحة القامة أيضا شكرا جزيلا على طرحي هذا السؤال أنت تصور باللي أنا ما سألوني شيء صحفيين وإعلاميين وكذا حول الموضوع هذا عام لي ما شاويت علش كنت نستنى في اليوم هذا يعني لديك ما تقول في الموضوع يوق تسمع مانيش هارب حاكم مانيش هارب جميل راني هارب إني مقابلك وإني مقابل لشعب الجزائيين نعم اسمع مانيح بري ما تقطعني اعتماد بنك الخليفة مو شغير بنك الخليفة اعتماد البونوك على العموم هذه من صلاحيات البنك المركزي البنك دالجيري نعم لا قريب من دي بنك دوتو تصرت كون بنوك جزائرية ولا بنوك أجنبية نعم إذن اعتماد هذا البنك تم قبل من كنا رئيس حكومة وأكثر من ذلك اعتماد هذا البنك تم قبل الرئاسيات انتعى تسعى وتسعين قبل ما جاء الرئيس بتفليق للحكم نعم هذه باش الناس يسجلوا التواريخ كلها معروفة سياليا معروفة لكن يعرفوها الناس غير نعم اشكو اللي مكلف بلا سيبريليجيون بنك الرقابة على تسيير البنك تكون عمومية ولا خاصة البنك المركزي البنك المركزي يتبع التسيير منتعى البنك والإخلاء منتعى البنك كلها كشبا كان يخلالها تكشير رقابة كل شيء هذه البنك المركزي المكلف بها وعنده الصلاحية المطلقة في هذا في سبتمبر التواريخ لها قيمتها هنا طبعا سجل مليا في سبتمبر الفين واثنين بلغ إلى علم رئيس الحكومة مخاطبكم المتواضع تقارير بلغت له تقارير توفيد باللي إن هناك إخلالات في التسيير طبعا بنك الخليفة وأمور ماشية ولا ماشي ولابد في سبتمبر هذا بعد مباشرة في اليوم ليوصلني الخبر بالتقارير جمعت مجلس وزاري مشترك مصغر فيه بالدرجة الأولى وزير المالية محمد ترباج وفيه محافظة البنك المركزي نعم فيه مدير الديوان من تاريئاس الحكومة وفيه إطارات أخرى حسب الاختصاصة تنتحم في هذا المجلس الوزاري المشترك واشدرنا في المجلس المشترك قال لازم من تحقيق إداري لنتأكد من صحة المعلومات الواردة إلينا حول الخروقات التي لوفي تنتباهنا حولها سأل وش هي الخروقات الخروقات باللي في هذه تلانسفير اللي وقعوا بطريقة غير قانونية ما أشياء أخرى أنا مليش بتذكر أنا كي نختي المسئولية أنا مليش الأرشيف تاريئس الحكومة لداري نهر به روحوا للرئيس الحكومة تلقواها مهم وجدت هناك مخالفات خروقات مليش حافظ الأمور متفكرها كلها عن ظهر قلب ولكن وش نديرو المجلس الوزاري وش دار خذيت قرار باللي نخبر رئيس الجمهورية بكل صغيرة وكبيرة دفوا بارموها ولا طوافوا بارموها مش فيتش إذن كنت نرسل رئيس الجمهورية باش نطلعوا باش يعلم باش يعرف حتى هو مهتم بالقضية ويتابع فيها بالمجلس وهكذا رسلت عدد من رسائل عشر أو عشر رسالة رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية نخبروا فيها الخروقات وش درنا والإجراءات الإجراءات قال كيف قال كل بنك كل عام البنك تقدم عدد من الوثائق باش تتراقب باش تتحاسب إلى آخرين من بعد مارس 2003 معناها ستشور ولا سبعة شور نعم التحقيق الإداري هذا كثبت باللي فيه خروقات جزائية لزين فراكسيون على الوابين نعم وش لازم هنا أمرت وزير المالية ومحافظة البنك المركزي اللي راهم أعضاء في المجلس الوزاني المشترك باش يقدموا دعوة قضائية باسم الدولة وش كونه المخوّل قانون لان باش يرفع الدعوة هو الرقيب على البنوك على البنوك وهو المحافظة على البنك المركزي بأمر مني وبمتابعة وزير المالية نعم وترفعت الدعوة وتودعت لدى نيابة الجمهورية وكل جمهورية في الشراغة بسبب أن السياج السوسيال تاع البنك في الشراغة في الشراغة نعم ملا أمرين اثنين باش نلخص للمستمع الكريم والمشاهد الكريم سبتمبر دوميل دو وحيطة علمي يعني قبل سنة ربما أخبرت أخبرت بشي من الوقايع تحقيق إداري وفتح تحقيق قضائي نعم في مارس دوميل درو ها أمشيت أنا في بداية 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 ماي 2003 ما جارى فيما بعد يعني القضية رفعت في العدل ضد الخليفة راني نقول لك روح للانشتراع تلقى باللي محافظة على البنك المركزي في مارس 2003 رفع شكوى قضائية الوكيل الجمهورية وروح رئيسة الحكومة ورئيسة الجمهورية تلقى المراسلات اللي بعتها للرئيس وتلقى وتلقى المحاضر نتاع المجالس المشتركة اللي درناها هذه ريدولة مش لعب سعلي تعتقد أنه بعد 2003 بعد خروجك من الحكومة جارت تكتم على القضية يعني جارت تكتم على القضية في العدل ذو كل ملف القضائي أنا حياتي كاملة وأنا قاضي وحياتي كاملة وأنا محامي لم يأخذ مساره طبيعي لا 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 ما تتقلق شي إذا ما تسمعت لا أنا أستفسر باللغة باش تفهم ونفهمك ويفهمون الناس نعم القضية مش بالبساطة قال قال نسمعت خبر خرجته في الجرنان والله جيت صورتك في بلاسة جيت خرجتها في التليفيزيون هذه إثارة مش هذه إثارة هذا مش إن حياتي كاملة وأنا قاضي وحياتي كاملة وأنا محامي كل شيء بالدليل نعم كل شيء بالدليل طرق ملف قضائي كيف يش تحبين أنني أعرف المجرائيات متعلمين في القضائي وأنا منيش في المسؤولية مني محامي في الملف هذا مني قاضي في الملف هذا مني متفرج في الجلسة أنا قلت لك واش عشت كمسؤول أنا بالنسبة لي كأنا أجهزة خبرتني باللي وقعت أشياء تحركت في الحين إداريا كمسؤول سياسي في البلد وكرئيس حكومة وبعد ما ثبت باللي كأنا خروقات جزائية أرفعت دعوة قضائية ذرك القضاء هو ليبيا كل واحد يدي حقه اللي يمتن في القضية عنده الحق في الدفاع لنفسه اللي يضحيه في القضية عنده الحق في الدفاع لنفسه والدولة عندها الحق في الدفاع لنفسه بالنيابة يعني بوكيل الجمهورية والنيابة لريف الجلسة هذا الرجل هذا المحتال هذا اللي نهب ربما ملايير من أموال الجزائريين فيما بعد جرت المحاكمات وراح غير الحوت صغير يعني شفنا غير الموظفين وبعض الإطارات وكله ولا ما شفنا لوزير لا مسؤول كبير في الدولة يعني يساق إلى هذه المحاكمة أنت كنت مسؤول كبير في تلك المرحلة ألا يمكن أن تصالح الجزائري للآن أن هذا المحتال كان يحظى بحماية مسؤولين كبير في الدولة مثلا شوف يظهر فيك أنت مغيور على الجزائر وغيور على المال العام اللي هو أمانة في المسؤولين وغيور على الاكتشاف الحقيقة وأنا يساعدني هذا يساعدني كي نلقى واحد اللي أنا وياه نتقسم ونفس الانشغالات أنا علش رليم دائن برنامج يرحم موالليك اسمع لي برك اسمع لي باش نمرر مساج عن طريقك ما بغيتوش العدالة ما بغيتوش العدالة نتعى التليفون ما بغيتوش العدالة نتعى الليل ما بغيتوش العدالة للقاضية يصبح مسكين مذنون ما بغيتوش العدالة نتعى المحاملي يديرونه قانون جديد ويقولوا تأديب المحاملي في جزء منه يكون عن طريق القاضي ما يكونش عن طريق مجلس تأديب تأديب المحامات ما بغيتوش عدالة يكون فيها كاتب الضبط ولا كاتب بسيط في العوض يبقى شاهد على الجلسة نعم بغيتو عدالة مستقلة عدالة قوية عدالة ما تجيبش الحيتان الصغار تجيب الكبار والصغار عدالة ما يقدر يوقفها لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا الحكومة ولا وزير العادل ولا الشارع ولا أصحاب المال هملا رجعوا للشي اللي كنت نقول فيه وكان من السبب الخلاف بيني وبين الرئيس وأسباب الخلاف سبب بيني اثنين ليهما سهل أولا زوج قوانين درتهم أنا كرئيس حكومة ما شريع انتها قوانين واحد يخص بالمجسل على القضاء واحد يقول يخص بالستاتو القانون الأساسي للقضاء واشدرت فيهم هدوما القانون الأساسي للقضاء يجعل من القضاء حر مستقل لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولا يخضع للسلطة التنفيذية والهيئة اللي يتراقبه واتبع مساره الوظيفي وتوظفه وتعاقبه في الطريق إذا كان كاش مرتاقب خروقات ولا أخطاء حتى يخرج التقاعد هو حر هذا المنسل العالي القضاء الهيئة هذه تكون فيها أغلبيا تعقوضات منتخبين نعم مش سلطة التنفيذية مسيطرة داخل المنسل العالي القضاء وين يصبح القاضي مغلوب على أمره لا حوله ولقوة له يخضع لسلطاني الحاكم والحاكم قد يكون في الحكومة وقد يكون في غير الحكومة إلى غيره هذا حدث هذا حدث في الأشهر الأخيرة من العهدان تعي كرئيس حكومة توقفت هذا المشاريع هذه رفض بعدما تجده مجلس الزغراء سحبت من مجلس الزغراء وأكتفي بهذا باش نخلي أسرار الدولة تبقى أسرار الدولة أكتفي بهذا هذه واحدة ثانيا قانون المحروقات نجد لك قانون المحروقات قانون المحروقات هذا صدق عليه في صيغته الأولى قبل أن صدق عليه ثم وقع العدول والتراجع عنه نعم في عاجة هذا القانون تعالى المحروقات أنا رفضته عمري مجدول في وقتي لا في رأس الحكومة ولا في الأمنة للحكومة عمري ما قدر يوصل للوجود رفضته رفضته لماذا؟ وخبرت رئيس الجمهورية قتلوا هذا القانون ما نقدرش نقبله وأنا رئيس حكومة في الجزائر عليك لقى لاش نعم كي إن فرد سيد في الجزائر وفرد واحد عنده الحق يتصرف في ملكية الجزائريين الجماعية لصورة الألجيريين هي لا نقدر لنا ولا أنت ولا أحد القرار هو قرار الشعب الجزائري السيد والقانون لا يقابلوا لاش طلعت لي في الرأس هكذا لا لا الملكية باطن الأرض يجب أن تكون قديمة ملك الجزائر والجزائريين للجزائر والجزائريين القديمة الكريم تجي تشارك معي في الإنتاج وفي العمل وتخدم وعندك قدرة الفضل بس حنا هو ملدار القانون كان ياب شعب الجزائري وملدار ديما ما فيهاش لعب نبقى ملدار المفتاح في يدي كانش شركاء القانون كان وإلا 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 قلب من بو العيد ويا بن مهيدي وكذاش راكم كنتوا غالطين كي يطلبطوا الاستقلال هو ما يجابوها وإحنا نمدوها والله كذا كيف ندلوها روحوا الانتخاب روحوا الانتخاب في القوة صوتوا يجربونا وإذا كان ما كانش ثوروا ثوروا على هذا لجيقلك من دين ومدهرش إذا حتى لكن كنت نعم الجزائر عرفت أزمة منذ 25 سنة أزمة سياسية لازلت قائمة إلى يومنا هذا ومنتهدش هل يعني تقصد ما تقول أمر مجرد مغازلات للإسلاميين والتائبين أكد هذه المحاكمات الجوزيفية والعامة تقاطع الغنم هذه نحن من قبلها الجزائر انتعى الوحدية سيديو باسي الجزائر انتعى الرأي الواحد انتهت أحد قال ما نشعر فأنا أنا خدعت الرئيس وما نشعر المرأي حامل المسروع وزدت به إضافة المسروع اللي هو فيها الرئيس ثم كنا فيش خرجت على الطريق ولا ما كنت سائب ولا حاجة توطرت العلاقة قال ما بقيتش صالحة العلاقة بين الرئيس ورئيس الحكومة استدعني الرئيس وأقالني من المسؤوليتاي وخرجت في العالم في رئيس المونية وقلت أنا لم أستقل بدأ الشحن الأمني وبدأت محتشدات السحراء وكثير من الخروقات ربما القانونية والأمنية لماذا استقلت؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر